السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع حلقة سلسلة هنخصصها تحت المسمة اسئلة واجوبة حول الموسيقى وهنخصصها للرد على اسئلة الاخوة المتابعين سواء على قناة الاستاذ شريف او على قناتي وهو انا بس هنوح ان هي بديها تبقى الحلقة الاولى للمشتركين كانوا واستاذ شريف وهيبدأ يرفعها عنده من النهاردة لكن انا السلسلة دي انا كنت شغال كامل زمان تعليمية وصلنا فيها الحلقة اربعين خمسة اربعين تلاتة اربعين حقا كده وكنت برضو ببقى فيه ردود على اسئلة مجمعة ولما كانت تبقى حلقة طويلة بدأت بعد كده اعمل الردود على قد سؤال واحد يعني هنوان الحلقة هو سؤال بحيث بحيث زي من السيرش على سؤال كزا الى ايان لكن ان شاء الله دي برضو هتبقى حلقات مجمعة الاكتر من سؤال من هنا ومن هنا بحيث تجمع الان. اه بالنسبة لنا اه طبعا السلام عليكم الاول ومسأل خيط. اه بالنسبة لي انا مفيش عمديش ثلاثة ورغير وانا بنزل الفيديوهات بعنوعا وخلاص. نعم. فاللي اه اه وحضراتكم طبعا المتابعين يعني عارفين السلوك. بس ان شاء الله نحاول نجاوب على كل اسئلة اه على اغلب الاسئلة في الحلقة دي بازن الله. وتتوالى الاسئلة والاجهور بازن الله بعد كده. نعم. طيب نبدأ باسئلة من عندك بعد. لان اغلب الاسئلة عندي بتبقى حد على فيديوهات غير بتاعتنا احنا بيجي اسئلة على فيديوهات تانية خاصة بقواعد ونزليات وهرمونيات وتوزيع وكده. تمام. طبعا هو في بعض الاسئلة كانت تحتاج لتفسير بالنظم. يعني كانت عشان كده لابد من وجود الالة. اه طرح. وبعض الاسئلة كان بتجيني طبعا في الحلقات بتاعتنا بتحتاج لصبور اه اه اشرا حليم. في سؤال من الاستاذ هاني توفيق. بيقول بعد طبعا الشكر والتقدير على على جهود القناة وكده اه 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 بيقول ازاي كان زمان الميدي. عايزين الارج بيشرقوا او بيسيقوا يعني الارجات. اه اه. يعني بيحاولوا الصوت لو بعتون. اه. وهذا كان السيكا لازم تكون مينس خمسين سنت. اه. ده نفس السؤالة عندي اه اه فعلا. اه. 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 طيب. هو بالنسبة للموضوع السيكا اه اه هو بيكلم قديما كان ازاي بزاة الارجات تاعد زمان ما كانش يحضر السيكا كده جاهزة يعني. اه. قديما يعني كان بيابن بنزل الارج الارجة. اه. اه. وهو قبل علم السيكا اللي بتيجي بره كان لو تفتكر مثلا زمان كان فيه عندنا في مصر مهندس اسمه المهندس احمد عزر. اه. مهندس احمد عزر ده من اوائل الناس اللي بدأوا يشرقوا الارجة. اه. اه. فكان يجي في في جنب كده يختار لك جنب فاضي. ويحفر. اه يحفر اتناشر اه يعني تحت سبعة وفوق خمسة بترتيب المشت بتاع الكيبورد يعني. ايه. ويبدأ يعمل لك مفاتيح زي الان اوف كده. اه. اه بالزبط كده. اه. فدي دي قلب النسباني دي كانت اول طريقة شفتها لتشريق الارج. طيب يعمل مقاومة ملفات. تخش على الصوت عند الخارجي خالص. تقال تنزل التردد بتاعه لخمسين في المارس. اه. انا عايز اوضح حاجة عشان لو فيه ناس مشترهم يعني اين شرق الارج. اه. هو الارج طبعا كان في السابق الارج غربية فقط. نعم. يعني يحوي تون ونص تون فقط. ايمن. فا اه. اه. تشريق الارج يعني اضافة او نازع ربع تون من نجمة المية والسي مسلا عشان نعمل الراست. نعم. اه. او اه. او اه. او اه. او اه. او اه. او اي نجمة بمتدرباتهم واحد يندردهم دعنا. اي وكان في السابق اعتقد كان الارج بالزبط اه اه. اه اه. بعد كده بقى تطورت الاورجات. مع تطور الاورجات ظهر الاورج بل أول مظهر المتدربة زهر فيه. ان اقدر ان اتحكم من داخل من المصط الرام لاخفض قدقيل. عشان بنقدر نعمل السيكة ازاي تهاية او السيكا النتيجة اللي هي السيكا النقص شوية. فأصبح فيه امكانية ان انا مش اخذ بس كمان. يعني الورج زي اللي معنا ده البي اس ار ايه الفين ده. اه الفين. ده فيه ومن اللي قبل كده كمان حتى ده اعطاكم الان. فيه امكانية ان ان انا مش بس اخفض لأ ازودها. اه اه اه. يعني او عايز تبقى الحجاز التركي والسيكا البلادي. اه 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 اه. ففي امكانية بس هي بتبقى امكانية داخلية مش جاهزة. يعني هو بيفتح لك شكل سيكا. هو بيبار مجهوه وبعد يبار مجهوه وبعد يبار مجهوه على اله. ولكن اللي بتبقى حضرة جاهزة فيه اللي هي بتبقى خمسين في المئة. ده باختصار فكرة الاورجان تهت زمان. اه فيه فترة من فترات كانت عامل بقى عدد السيكا نبقى ماذا؟. امم. عامل بجاءة السيكا دي كان بتتبقى بقى بردة كنا لوحدها وبتركب عن طريق وصلة ميدي. يعني انت عاد في الانجنة. اه. فكان يركب في ميدي وتبقى عامل بجاءة السيكا لوحدها كنا حضرتها فوق الوحدها. بالضبط. ايه لا انت طور بقى ادخلية درقتي في الغرب مباشرة تانية. عشان ما انت قولش. اه. 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 طيب المرابب يبقى. طيب. اه. طيب المرابب يبقى طيب. اه. 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 يالا. يالا. اه. ي يا عمي بنحشك. طيب. دي بتاعتك انت. ايو. ناسم طيب. اه في نهاية الحلقة ضربوا تكونوا واستفدتوا من الاجابات اللي الاستاذ شريف رد عليها واللي انا ردت عليها. وما تنسوش الاشتراك في قناة الاستاذ شريف. وكذلك الاشتراك في قناة افتكاسات الفنون. واقول وماستر محمد الفجاني. وانشوفكم من اللقاء ان شاء الله الى ان نرقاكم. كونوا في امان الله ونشوفكم. والسلامة والسلامة.